وقفنا مع حضراتكم عند معلومة أن فوق سن 35 عند السيدات ممكن القدرة على التبويض ما بتكونش كبيرة أو منتظمة رغم يعني مع وجود الدورة الشهرية وقلتلكم أشرح لكم الحكاية دي يعني إيه يعني أن الزوجة بعد السن ده اللي هو سن 35 سنة لازم تقيس مستوى التبويض عندها بالتحليل الطبي يعني إيه؟ يعني ما تعتمديش بس على وجود الدورة الشهرية وتفتكري أن وجود الدورة الشهرية ضمان لحدوث الحمل لأن ده مش صحيح ولكل الأزواج اللي اتأخر عندهم حدوث الحمل بنقول لهم أرجوكم خلوا بالكم من فترة الخصوبة الست أيام بتوع كل شهر خلاص؟ وفي حالة عدم حدوث الحمل برضو يعني بعد مراعاة الوقت ده فالكشف الطبي بيكون ضرورة وبالتأكيد إجراء الفحوصات الطبية للزوج والزوجة هيخلينا نعرف سبب التأخير وبالتالي علاجه وبالتالي حدوث الحمل إن شاء الله تمام؟ طيب الموضوع اللي بعد كده اسمه تأخر الحمل احنا باتفقنا هنتكلم في موضوعات كتير قوي إن شاء الله بعد الحلقات دي ما تخلص هتلاقي نفسك وعندك كل ما يجب معرفته عن الحمل تأخر الحمل في الأحوال العادية وتحت سن الـ 35 للزوجة يعني ومع تاريخ طويل في انتظام الدورة الشهرية ومع عدم وجود تاريخ مرضي لأي عمليات سابقة عمليات جراحية يعني في منطقة البطن أو الحد مش المفروض الزوج والزوج هيقلقوا من عدم حدوث الحمل كتير من الأزواج ما بيحسبوش الفترات المناسبة للتخصيب الزوج والزوج ما بيبوش عارفين المعلومة اللي أنا أقولتها لكم دي عشان كده ممكن عدم حدوث الحمل يستمر طول السنة الأولى بعد ما يتجوزوا يعودوا طول السنة الأولى ما يخلفوش أو ما يحصلش الحمل وطبعا بقى الناس إذا ما فيش حاجة برضو بتاعوا الناس تبتيت تسأل بقى لأ فده يوطرهم مع إن الموضوع كله إن هما مثلا مش عارفين الأيام المناسبة بس والحمد لله برضو إن دلوقتي ديم الفوائد بتاعت التكنولوجيا يعني إن بقى فيه أبليكيشنز بتقولك إيه الأيام اللي يعني بتساعدك على إجراء الحزبة اللي أنا لسه أيلها دي طيب إذا استمر الوضع كده بعد كده يعني بعد مرور سنة لا فلازم بقى نرجع ونشوف المشورة الطبية للزوج والزوج الزوج بنعمل حاجة اسمها اختبار السائل المنوي بيتأسبق بدقة جدا عدد الحيوانات المنوية وكفائتها مش بس عددها الكفاءة مهمة جدا أما الزوجة فبيجرى لها اختبارات التبويض وفحص مستوى الهرمونات وفحص قنوات فالوب وبتعملها صورة دم وظيف كلا وظيف كابت طيب لو الزوجة كانت فوق عمر الخمسة وتلاتين المفروض الانتظار ما يكونش سنة بقى كاملة وده لأن التبويض زي ما لسه بقولكم بعد سنة خمسة وتلاتين ما بيكونش ما بيبقاش كل شهر حتى مع انتظام الدورة الشهرية بس أنا في النقطة دي بس عايز أقول حاجة يعني من واجبي إن أنا أقولها لأن دي حاجة إنسانية قبل ما تكون طبية حاليا الزروف الاجتماعية والاقتصادية مش بس في منطقتنا أو في بلدنا لا ده في العالم كله بقت تنعكس على معدلات سن الزواج وكتير من السيدات والرجال ما بيبدأوش خطوة الزواج ومحاولة تكوين أسرة إلا بعد عمر خمسة وتلاتين فالحكاية دي ما فيهاش أي مشكلة وبالمناسبة دي أنا عايز أن فيه معلومة يعني أو بعض المعلومات الخطيئة إن فيه برضو ناس كده تقعد تفتي على وسائل التواصل وعلى الانترنت مش كل حاجة جماعة الانترنت صح يقولك إيه إنه ممكن يحصل زيادة في فرص إنجاب أطفال يعانوا مثلا من متلازمة داون أو داون سندروم لما بتكون السيدة الحامل حملها الأول بعد عمر خمسة وتلاتين سنة الكلام ده خطأ وغير علمي والأبحاث والإحصائيات الطبية هي اللي هترد الإحصائيات الطبية بتقول إيه إن نسبة وجود أطفال عندهم متلازمة داون بتكون طفل واحد من كل ألف وتلتمائة طفل ده لو الأم في سن خمسة وعشرين سنة ما بين خمسة وعشرين وتلاتين والنسبة بتكون طفل واحد من كل تسعمية خمسة وستين طفل لو الأم في سن التلاتين من تلاتين لخمسة وثلاتين وطفل واحد ها من كل تلتمية خمسة وستين طفل لو الأم في فوق السن خمسة وثلاتين يعني من كل تلتمية خمسة وستين طفل أو كل تلتمية خمسة وستين حالة حمل فرصة وجود طفل يعاني من متلازمة داون بتكون طفل واحد تمام كده وبنختم المؤشرات والنسب دي بمعلومة تانية إيجابية برضو وهي إن الحمل لغاية سن 45 سنة عند السيدة طالما صحتها كويسة وهي ما عندهاش مشاكل طبية وما عملتش عمليات في البطن قبل كده بتاع بتكون فرص ولاد الطفل بدون مشاكل تفتكره كام لغاية 45 سنة 97% دي إحصائيات طبية دا مش كلام تفاقل يعني لكن طبعاً لاهتمام الطبي بالحمل سواء للأم أو الجنين إذا كانت الأم يعني فوق 35 سنة لازم يكون مكسف ودقيق لأن فرص المشاكل بقى المصاحبة للحمل بتكون أزيت شوية إيه بقى المشاكل المصاحبة للحمل إن مثلاً الأم يرتفع عندها ضغط الدم أثناء الحمل أو إنه يحصل لها اختلال ولو مؤقت في حرق مستوى السكر في الدم أثناء الحمل دي نسب بتكون أعلى شوية من المعتاد تمام كده؟ بالإضافة لانخفاض فرص الحمل نوعاً ما عن الفترة اللي هي تحت سن 35 أنا بقول يعني إنه إيه؟ إنه في الكتب حتى الطبية دايماً يركزوا على سن 35 دا بيعتبروا يعني شوية نقطة فاصلة نقول إيه بقى؟ بنخلي بالنا من حاجات زيادة إنما مش بنقول خطر أو ما ينفع لا لا فيش حاجة سماكت تمام؟ طيب الموضوع اللي بعد كده خلاص بقى حصل الحمل الحمد لله يا رب يا رب كل اللي نفسهم يبقى عندهم هذه النعمة العظيمة من ربنا صحة الله ربنا يرزقهم ويكتبها له الجنين بقى بيتكون من إيه؟ البويضة اللي تم تخصيبها بحيوان منوي واحد على فكرة من مئات الملايين اللي حاولوا يوصلوا له بتكون مكونة يعني مكونة من خلية واحدة بمجرد حدوث عملية الإخصاب إيه هي عملية الإخصاب؟ اختراق الحيوان المنوي للبويضة حيوان منوي واحد يخترق البويضة يتكون خلية الخلية دي بيحصل فيها تغير يمنع اختراق أي حيوان منوي تاني لها يعني الخلية دي بقى بتقعد هي دي اللي بتسمعها البويضة المخصبة بتتضاعف في العدد يعني هي كانت خلية واحدة تبقى اتنين والتنين يبقى اربعة والاربعة يبقوا تمانية تمام كده؟ وتمانية يبقوا ستاشة لغاية اليوم السابعة وده المعاد اللي بتوصل فيه للرحم وبتكون وقتها مكونة من كام؟ من أكتر من مئة خلية بيكون ساعتها اسمها بلاستوسيست البلاستوسيست دي بتفضل برضو تتضاعف في العدد من حيث التركيب وبتكون عبارة عن طبقتين البلاستوسيست بقى اللي هو اللي هيبقى الجنين يعني طبقتين الطبقة الخارجية ودي اللي بتكون المشيمة والمشيمة هي اللي بتدي الحياة للجنين هي اللي بتسمح بمرور الغذاء والأكسوجين وحتى الأجسام المضادة اللي هي بتحمي الجنين من أي أمراض أو بكتيريا أو مايكروبات أو كده دي الطبقة الخارجية وده طبعا كله بيبقى من الأم للجنين عبر الحبل السوري على فكرة المشيمة اللي هي البلاسينتا ما بيكتملش نموها إلا عند الأسبوع الـ 12 من الحمل طيب دي كانت الطبقة الخارجية من البلاستوسيست أما الطبقة الداخلية فهي اللي بتكون بعد كده بتتحول إلى الجنين واللي بدوره بيكون عبارة عن ثلاث طبقات من الأنسجة الجنين بقى ثلاث طبقات طبقة خارجية طبقة وسطة طبقة داخلية الطبقة الخارجية هي اللي بتكون مسؤولة عن تكوين الجلد والجهاز العصبي والغدة النخامية والأسنان أما الطبقة الغسطة فهي اللي بتكون القلب وكل الأوعية الدموية والعظام والعضلات والكليتين والأعضاء التنسلية وأخيرا الطبقة الداخلية هي اللي بتكون مسؤولة عن تكوين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والكبد والغدة الدرقية المزهل في معجزة تكوين الجنين دي معجزة فعلا يعني ده مش كلام مجازي المزهل في معجزة تكوين الجنين إنه مش بس كل حاجة تقريبا بتتكون في مدى زمني قصير يعني ما بيكونش فيه وقت كبير بيفصل ما بين تكوين جزء في جسم الجنين وجزء تاني لكن كمان إن كل الأجهزة الحيوية في جسم الجنين بيبدأ نموها في أول فصل من فصول الحمل ما هو الحمل تلت فصول كل فصل تلتاشر أسبوع يعني خلال فترة أول تلتاشر أسبوع من الحمل ها؟ بتتكون كل الأجهزة بيبدأ تكوين كل الأجهزة وده اللي بيخلينا نأكد عليك دايما إنك تكوني في منتهى الوعي والحرص خلال الفترة دي وطبعا طول فترة الحمل بعد كده طيب إيه الموضوع اللي بعد كده؟ استمرار الحمل خلاص حصل الحمل استمراره بقى من أكتر الحاجات اللي بتقلق أي زوج حامل وأي زوج برضو يعني هو الهاجس أو القلق الخاص باستمرار الحمل بشكل ناجح بمعنى آخر يعني القلق والتوتر بيجوا من مجرد التفكير في السؤال اللي بيخطر على العقل نسبة كبيرة جدا من الزوجات الحوامل إيه هو السؤال؟ هو نسب فقدان الجنين يعني كبيرة ولا صغيرة ولا قد إيه؟ سؤال مقلق طبعا سؤال مقلق لكن الإجابة العلمية هي اللي هتطمننا وخلونا في البداية نعكس السؤال هقول لكم إزاي؟ ما نخلي السؤال إيه نسب الاحتفاظ بالجنين؟ مش فقدانه إيه نسب الاحتفاظ بالجنين في الحمل؟ خدوا بقى الإجابة العلمية الإجابة هي إن النسبة ما بين 80 إلى 90 في المية يعني من بين كل 100 زوجة حامل في 80 إلى 90 زوجة بيقدروا يكملوا رحلة الحمل بتاعتهم بدون أي مشاكل أو عقبات طبعا الزوجات اللي عندهم تجارب سابقة في الإجهاد لازم يبحثوا مع الطبيب المتابع عن كل سبب يعني إيه أسباب الإجهاد السابق تيه؟ ليه حصل؟ عشان نتجنبها أو نعالجها سواء كان السبب بقى خاص بطبيعة الرحم أو وجود أي أسباب أخرى زي التهابات أو رملي فيا أو اختلال في مستوى الهرمونات أو الحمل خارج الرحم وغير كده يعني من الأسباب اللي ممكن وجود أي منها لقدر الله يسبب الإجهاد على فكرة عادة لو حصل إجهاد لقدر الله ده بيكون غالبا في نهاية الأسبوع الثامن أو نهاية الأسبوع الثاني يعني بدءا من الأسبوع الثالث عشر ما بيكونش فيه فرص كبيرة لحدوث الإجهاد واللي زي ما قلنا نسبته لا تتجاوز العشرة إلى عشرين في المية من كل حالات الحمل طبعا فرص استمرار الحمل بشكل صحي بيعتمد على عوامل أساسية زي الاهتمام بصحتك اللي دلوقتي بقيت مرتبطة كمان بصحة الجنين ممنوع تناول أي أدوية بدون استشارة طبية وعلى فكرة الأدوية اللي بتعمل مشاكل مع الحمل أدوية قليلة عكس من تفكرين لكن الطبيب المتابع هو اللي بيحددها معاك لازم كمان لانتظام على الفوليك أسد اللي هو الحمد الفوليك اللي انت كنت منتظم عليه من قبل الحمل وبيستمر تناوله بعد الحمل اللي فترة زي ما اتفقنا ممكن تبقى شهرين أو ثلاثة حسب قرار طبيبك السيدات والزوجات اللي فوق سن 35 لازم يلتزموا بتعليمات الطبيب المتابع ليهم بكل دقة وحرص لأن في العمر ده بيكون في بعض الفحوصات والتعليمات الطبية الإضافية أكيد فيه برضو زوجات كتيرة قوي بيخافوا من مصطلح طبي ممكن يسمعوه وهو الحمل خارج الرحم إيه بقى الحمل خارج الرحم؟